يعاود أصحاب المحلات التجارية فتح مصالحهم بعد الإغلاق الذي بدأ منذ أيلول فكان صراعاً واضحاً بين وزارة الصحة والمالية بين الحفاظ على وطيرة انتشار منخفضة للعدوى والخوف من ركود اقتصادي حتمياً لا سابق له طبعاً إحنا شغالين صلنا فترة فترة الكورونا الناس بعد التسكير الأول والتسكير الثاني الناس بتتخاوف تطلع في مخاوف في إقبال خفيف على المحل لعنا عنا هبوط ما يقارب 70% من المبيعات والدولة مش متعاونة معنا بالشكل المناسب اللي نقدر إحنا نغطي النفقات الموجودة عنا النفقات اللي ثابتة مثل أجار محل أجار عمال اللي عنا الضرائب والاسترجاع الضريب أو المنح اللي بنخذها هي لا تتعدى العشرة أو 15% من المخاسر اللي موجودة عنا بفترة الكورونا نفتت الكورونا هي فترة كثير ساعة بيجت على مش بس على البوتيك عنا على الكل أكيد تأثر بشكل سلبي إنه من ناحية المبيعات قلت حتى لو كان فيه إرساليات لمناطق اللي حوالينا أو المناطق البعيدة مش زي كيف إنه الزبون بيحب يجي يشوف بالمحال فعن جد تأثر بشكل سلبي يعاني أصحاب المحلات التجارية من قرارات الحكومة غير المفهومة بينما تأمل الحكومة في إدارة أزمة كورونا بشكل ناجح وتعويض المتضررين منها إلا أن المواطنين يشكون من التعويضات التي لا قيمة تذكر لها فالخسائر قد وصلت لأكثر من 60% بسبب الإغلاق المفروض منذ شهرين كثير صعب تسكير المحلات الحضر الصحي اللي عم بيعملوا كل مرة كثير بيغلف حتى لو بنرجع نفتح مرة ثانية بنلاقي زباين إنه قليل ما بتفوت عنا على المحلات أول إشي يعني بأخذوا نظرة إنه هاي الأواعي هاي صارت قديمة بأخذوا نظرة إنه ممكن بعد فيه حضر صحي بأخذوا نظرة إنه بعد فيه مرض ممكن ينعدو بعدين بتغير الموسم بيكون معلونا حضر صحي يكون الأواعي الصفية شوية اللي بتبدل لشتوية هذا اللي بسموه بالعبران للمعفار هذا الانتقال من صيفي لشتوية كثير بيأثر علينا وعلى زبون فكثير الأوضاع صعب بتعطي شكات إنك تجيب بضاعة والآخر فيش عندك زباين فيش عندك بيش فيش عندك حركة شغول فكيف أنت بديك تغطي الشكات اللي أعططيها وصلت نسبة البطالة بعد الإغلاق الثاني إلى 23% مما فاقم الركود الاقتصادي وأدى لتفاقم الأضرار على أصحاب المصالح التجارية الخاصة فقد رجحت الحكومة تسير مصالحها السياسية على النظام الصحي غير مبالية لانتشار الفيروس بصورة مخيفة والذي أدى لغلق المحال التجارية وتكبد خسائر هائلة